كالمعتاد تثبت دولة الإمارات العربية المتحدة وأذرعها الإنسانية للاجئين في يومهم العالمي أنهم لا يواجهون تحديات اللجوء ومعاناة الابتعاد عن الوطن بمفردهم وتصر على تبديد خوفهم على مستقبلهم ومستقبل أبنائهم هذا تحديدا ما حارص على إظهاره الهلال الأحمر الإماراتي خلال مشاركته اللاجئين السوريين في الأردن وتحديدا القاطنين في المخيم الإماراتي الأردني شرق المملكة احتفالهم بهذه المناسبة التي تخلى لها العديد من الفعاليات الهلال الأحمر الإماراتي يحرص دائما على أن يعزز طموح هذا اللاجئ في هذا المخيم حتى فعلا إذا عاد إلى بلده يعود وهو محمل بالإبداع في ابتكارات بالمخيم عم تدعمها إدارة المخيم الإماراتي منها قسم التعليم والإبداع حتى في طلاب بالمخيم هون عم تحصل على دراسات عليا ماجستير عنا ثنين خرجين ماجستير بالمخيم الإماراتي نحن هون بالمخيم الحمد لله مفررنا كل شيء من أكل وشرب ومسكن وأمان ومدرسة ومراكز صحية ونشكر دولة الإمارات والإمارات هما من أهل المخيم ليس في هذه المناسبة وحسب بل شكل مخيم بريجيب الفود الذي تشرف عليه الإمارات في الأردن علامة فارقة لدى اللاجئين وفق المختصين المخيم الإماراتي في بريجيب الفود هذا المخيم بإدارة الهلال الأحمر الإماراتي وكامل نفقة وكامل البرامج في المخيم على نفقة دولة الإمارات أكيد وزي ما حكيت إحنا شاكرين لدولة الإمارات دائما دعمها للاجئين في الأردن ودورهم في تقديم المساعدة وتقديم الفرص لحياة كريمة لهم لما يكون في جهة حملة هذا الحمل عننا إحنا كمفوضية بيساعد كثير مش بس ساعد مفوضي بساعد اللاجئين كمان أنهم يحصلوا على حياة كريمة وعلى الخدمات اللي بيستحقوها واللي بدوروا عليها والأمان اللي يجوا يدوروا عليه اهتمام بأدق التفاصيل بدءا من خدمات صحية متكاملة مرورا بمستوى تعليمي متميز وليس انتهاءا بنشاطات ترفيهية لا تتوقف هنا حيث أقف الآن مخيم للاجئين وهنا بدد الهلال الأحمر الإماراتي الصورة النماطية عن معاناة اللجوء فالجانب النفسي والمعنوي ومستقبل القاطنين لم تغب عن جدول أعمال هيئة تعنى بالإنسان ومستقبله من المخيم الإماراتي الأردني لإيواء اللاجئين السوريين لقنوات أبو طبي حازم الخطيبة